فدائما تبقى نسبة رطوبة عالية نحو سواحل الشرقية تتبع مغشات جزئيا خلال الظاهرة مغشات تماما نحو المناطق الوسطى والغربية تقس ثقيل شبه رعدي أيضا لما نقل عود احتمال أمطار محلية الأمطار الرعدي تبقى تنشط بالمناطق الداخلية أحيانا تساقط لحبات برد قد تكون أيضا الرياح قوية نحو الهضابة الغربية تعمل على نشاط بعد زوابع الرملية على شمال الصحراء الجنوب الغربي أيضا ستخصها أمطار رعدي محلية بينما تكون أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى لغاية مرتفعة الهوغار والتاسيلي وشبه جنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى تفوق العشرين درجة بكل المناطق الشمالية خاصة المناطق الداخلية الغربية ستصل إلى تمانية وعشرين درجة بغليزان وعين دفلة تمانية وعشرين درجة أيضا مضادة جنوبا بإيليزي وبرج برج مختال لن تتعدى خمسة وعشرين درجة بمرتفعة الهوغار والتاسيلي وتبقى مرتفعة من شمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى لتقرب محليا ثلاثة وثلاثين درجة فيما يخص ظاهرة الغد بحول لها الحرارة القصوى تتروح ما بين أربعة وثلاثين إلى ستة وثلاثين درجة على كل السواحل ستة وثلاثين درجة أيضا على تزيوزو ما بين أربعة وثلاثين إلى خمسة وثلاثين درجة بالنسبة للهضاب العليا ترتفع بغليزا لتقرب تسعة وثلاثين درجة نفس المقياس تقريبا بمنطقتين الهوغار والتاسيلي وتبقى جوء حرى من شمال الصحراء لغاية أقصى الجنوب تفوق الأربعين درجة تصل محليا إلى ستة واربعين درجة تحت الضل وهذا بالصحراء الوسطى البحر خلال يوم الغد سيكون جميل بسواحل الوسطى قليل الاتراب نحو سواحل الغربية والشرقية الرياح ضعيفة إلى معتدلة أحيانا متغيرت الاتجاهات بسواحل الوسطى تدور أحيانا إلى جنوبية شرقية نحو سواحل الشرقية ومن غربية إلى جنوبية غربية نحو سواحل الغربية